السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول نتعرف على مولده ولد علي ابن أبي طالب بمكة وذلك بعد الرسول بحوالي ثلاثين عاما هو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطالب الهاشمية القراشية ابن عام الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ابن أبي طالب ولد ونشأ وتربى في بيت الرسول نشأ وتربى في بيت النبوة فكان له القدوة الصالحة والمثل الأعلى كان في العشرة من عمره حينما نزل الوحي على الرسول وأسلم على يديه وبذلك أصبح علي ابن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان هنبدأ نتعرف على أهم بعض العناصر اللي موجودة في حياة سيدنا علي بن أبي طالب أتعرف في بيدي الأمر أن سيدنا علي بن أبي طالب عصرة مسيرة الإسلام منذ الساعات الأولى من بدايتها كذلك أيضا قد تلقت العلم على يد معلمه الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال أول مدرسة للإسلام وهي دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام وهناك دليل الدليل اللي الظاهر قدامنا واللي احنا برضو درسنا في الفصل أو خلال درس هجرة الرسول أنه نمى في فراش الرسول يوم الهجرة لينخدع المشركون وحتى يتمكن من رد الأمانات إلى أهلها كذلك أيدا سيدنا علي بن أبي طالب قد تزوج من السيدة فاطمة ابن سيدنا محمد والتي أنجبت له الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة كما أعلن الرسول حبه له هو والله حينما قال لأتركنا الرأية غدا لرجل يحبه الله ورسوله وكان المقصود بهذا الرجل هو سيدنا علي بن أبي طالب وذلك أثناء خروج الجيش لمسلمين إلى غزوة خيبر شارك علي بن أبي طالب في كل غزوات الرسول مع عدى غزوة تابوك إيه السبب؟ السبب في أن سيدنا علي بن أبي طالب لم يشارك في غزوة تابوك أن الرسول استخلافه عليها المدينة أي الحفاظ عليها وحمايتها كذلك أيضا بعد وفاة سيدنا محمد وتولي الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان كان سيدنا علي بن أبي طالب من أعظم المجاهدين أثناء خلافتهم وتوفوا وهم راضون عنه سيدنا علي بن أبي طالب بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان أسرع الناس إليه ليبايعوه بالخلافة ولكنه كان يرفض ويقول لهم لا حاجة لي بأمركم ولكن الصحابة أصروا على اختياره كخليفة للمسلمين فاضطر إلى الموافقة سيدنا علي بن أبي طالب أدت إليه الخلافة ولم يطلبها بل وأصر الصحابة وبعدما أصروا على هذا الأمر بايعوه ثم كانت البايع العامة التي تمت في المسجد وبعدها خطب في المسلمين وطبق علي بن أبي طالب على نفسه ما وصى به المسلمين في الخطبة سيدنا علي بن أبي طالب كان نموزجا وقضوة في الزهد وعدم الحرص على الدنيا وله ذلك أدلة أول دليل بيدل على عدم حرصه على الدنيا وإصراره على الزهد أنه لم يأخذ من بيت المال إلا قدر حاجته يعني ما كانش بيأخذ من بيت المال إلا قدر ما يحتاجه منزله كان يترك مقر الخلافة وزب للأسواق لشراء حاجاته بنفسه دون الاحتياج إلى أي من يقوم بهذه الأعمال من أهم أعمال للخليفة علي بن أبي طالب أثناء حكمه هو نقل مقر الخلافة ثانيا تنظيم الشرطة وآخر نقطة هو السعي للقضاء على الفتن هبتدي الأول بأول مرحلة سيدنا علي بن أبي طالب نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعراق وذلك لأنه كان بيرب أن هذا سوف يسهل عليه الانتقال إلى المدن الإسلامية الجديدة وذلك نظرا لاتساع الدولة الإسلامية بعد قثرة الفتوحات الإسلامية يبقى تاني نقل علي بن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعراق وذلك حتى يسهل عليه من خلال هذا الأمر الانتقال إلى المدن الإسلامية الجديدة نظرا لاتساع الدولة الإسلامية بعد قثرة الفتوحات الإسلامية تاني عمل آن به سيدنا علي بن أبي طالب أنه قام بتنظيم الشرطة بما تفسر يبقى بما تفسر قيام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة وذلك من أجل عنصرين وأهميتين الأهمية الأولى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين الأهمية الثانية ملاحقة الجناه والمفسدين والخارجين عن القانون يبقى سيدنا علي بن أبي طالب كان أول من نظم الشرطة في الدولة الإسلامية وذلك لهدفين يبقى وظيفة الشرطة عندي المحافظة على أمن وسلامة المواطنين الوظيفة الثانية ملاحقة الجناه والمفسدين والخارجين عن القانون طيب يعني دمجة كلم وأقول بما تفسر قيام الخليفة أو قام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة هي نفس إجابة وظيفة الشرطة الاثنين إجابة واحدة من أجل المحافظة أو المحافظة على أمن وسلامة المواطنين الإجابة التانية ملاحقة الجناه والمفسدين والخارجين عن القانون هنجي بقى نتعرف دلوقتي على المشاكل اللي وجهت الدولة الإسلامية في عهد عليه بن أبي طالب حيث أنه بدأت الفتنة في عهد عثمان بن عفان وستشهد بسببها وازدادت هذه الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبق اليهودي حتى عهد عليه بن أبي طالب الخلافة انقسم المسلمون إلى فريقين فريق كان بيطالب القصص من قتلة عثمان تمام وهذا الفريق كان بيقوده معاوي بن أبي صفيان وعمر بن العاص وفريق آخر بيطالب بتأجيل القصص من قتلة عثمان وهذا الفريق بيقوده علي بن أبي طالب درت المعارك بين الفريقين حتى اتفق على التحكيم بينهما تمام حتى اتفق على التحكيم بينهما إلى أنه لم ينجح في إنهاء الخلاف تمام التحكيم معناها أني بجيب عنصر من كل فريق وبيبدأوا يتفاوضوا مع بعض وخلال هذا الأمر ووسط هذا الصراع خرجت فئة من الفريق الثاني رافضة التحكيم اللي هي فريق علي بن أبي طالب وهم من أطلق عليهم الخوارج الخوارج فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وحاربوه ثم قتلوه تمام الخوارج تعهدوا أو تعهد سلاسة منهم بقتل كل منه أو رؤية الخوارج بأنه لن يستقيم أمر المسلمين إلا بقتل كل من علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان عمر بن العاص يبقى تاني نعيدها من تاني أنا عندي كان هناك فتنة أشعلها عبدالله بن سبق اليهودي والتي أدت إلى استشهاد سيدنا عثمان بن عفان وبعد استشهاد سيدنا عثمان بن عفان استمر أمر هذه الفتنة حتى تولي علي بن أبي طالب الخلافة وهنا انقسم المسلمون إلى فريقين فريق بيطالب بالقصص من قتلة عثمان والفريق ده كان بيكونه معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والفريق الآخر بيطالب بتأجيل القصص من قتلة عثمان بن عفان حتى تستقر أمور الدولة وده كان بيرى هذا الأمر سيدنا علي بن أبي طالب دارت المعارك بين الفريقين وفي نهاية الأمر اتفقوا على التحكيم بينهما التحكيم ده معناه إن أنا بحاول أحل المشكلة بشكل سمي بعيد عن الفريقين تمام؟ أو بختار عنصر بيمثل كل فريق أو عنصر بيمثل الفريق الأول والفريق به وبيبدأ عملية التحكيم إلا أنه لم ينجح في إنهاء الخلاف ووسط هذا الصراع خرجت فئة من فريق سيدنا علي بن أبي طالب بوافد أمر التحكيم وهو ما يطلق عليهم الخوارج الخوارج دول عبارة عن فئة من جيش علي بن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وحاربوه ثم قتلوه تمام؟ مجموعة الخوارج دول اتفقوا أنه لن تستقيم أمور الدولة الإسلامية إلا بعد قتل كل من علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان معاوية وعمر بن العاص وبالفعل في 17 رمضان تمكن أحد الخوارج من قتل سيدنا علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم وذلك كان أثناء خروجه لصلاة الفجر وفشل الآخران في قتل معاوية وعمر وهكذا استشهد الخليفة علي بن أبي طالب بعد عطاء أن الإسلام استمر أكثر من خمسين عاماً وانتهى عهد الخلفاء الراشدين وبالفعل انتهى الفصل الدراسي التاء الأول وإلى لقاء إن شاء الله مع شرح الفصل الدراسي التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته